مرحبا بكم في قناة مطبخة نمسان اتمنى ان الفيديو تنهار اليوم يدخل عليكم كما تكونوا بخير على خير ان شاء الله اليوم المطبخي يجبت لكم وصفة فقط بزوج حبات البيت ونصف ستعزيتك خدمنا 17 حبات المادلين هكذا نزوقناها بحبيبات الشوكوراتة يجي خفيف ساهل مال مكونات دياله موجودة في كل بيت ولكنكم تميزوا معي مليح مليح في المادلين تنهار اليوم مبدل على عويدو فاشو مبدل؟ مدارين نعرفوا المادلين دياله الشكل دياله مدائري المادلين تنهار اليوم الشكل دياله مربع يجا كموال جاهز اللي يباع هدوك فليساشي ماشي كموال محلات لا كموال جاهز اللي فليساشي شوفوا معايا هد المادلين شوفوا كيفاش يجي شباب فلو أصلكم بيدياع علش من أصلكم شو بالخدمة باش تشوفوا عن قرب كيفاش يجي ويجي خفيف وما تشبعش كامل منه شوفوا يجي قطني يجي كاليبان شوفوا البنات وكين قولكم اليوم البنات وداعا وداعا باي باي الكامل انواع اللي مولت على مادلين سواء هدوك اللي مول الفردية سواء هدوك اللي مولت السيليكم اللي عملو فيهم المادلين سواء ذاك المول الكبير ذاكت الحديد اللي فيت ماجل الحبة اخسارت الدراهم فيه يصدى خفا وعرف الحك بس حكين اقولكم هاد الفكرة ما نحبش ان الفكرة جاهنامية انما هي فكرة عبقارية عبقارية تصح وبصخيح من اليوم تسيبوا كامل اللي مولت على مادلين وهدو دايمن عندنا في الضرب صح سبحان الله عمرنا من تبهنا لهم وصوخته اصحاب المشاريع تعاونهم بزاف بزاف هاد الفكرة اللي يحب يشوفوا كيفاش خدمنا هاد لي مادلين نبدأ بسم الله على براكاته في الوصفة تنهار اليوم نحتاج فقط تزوج حبات البيض سوف يكونوا بدرجة حالة المطبخ وشوفوا الحبات البيض يكونوا بالحجم كبير نحتاجوا بالبيض بالصفر نزيد عليهم رشة من الملح ونزيد عليهم كاس الى ربعة السكر ساعة الكاس الى اليوم هي 250 مل ثم يختاروا اي كاس بدأوا بالوصفة كملوا به جميع المقادير فهذا الوصفة لاني ماشيان ستعمل الباطغ باش اللي مادلين ديناي يجيونه خفيف تعدوا تستعملوا تضرب اليدوي بصحة الباطغ يعطينا نتيجة خير وخير نبقى نخلط مليح مليح بين هذا البيض والسكر وفي نفس وقت الحجم هذا الخالد يتضعف فهذا المرحلة مشيت تضفت عليها ملعقة صغيرة ونفس الكاس اللي عبرت به السكر نمشي ونعبره به فقط نصف كاس تعزيت المردين تنهى اليوم غيب نصف كاس تعزيت اذا نبدأ ونضيفوا هذك الزيت دينا غيب تدريج غيب شوية بشوية نسموه على اربعة الدفوع نكبوه شوية وندخلوا هذك الزيت نكبوه شوية وندخله حتى نكملوا هذك الكيميات الزيت دينا كامل عاود نفس الكاس انا مخسلته ومواله مشيت عمرته كاس تالحليب يكون عند نحتهو بدرجة حراط المطبخ ميكونش بارد وكم تشوفوا هذك الفقاعة هذك الطبقة تعزيت ريعة من فوق لخاطر لخاطر ما خسلتش الكاس كبيت في اللوغين سكاس تالحليب باش ما يرشلش ندخل هذك الحليب هذك الجزء اللوغة تالحليب نكمل الكاس ديالي بالنسبة لأصحاب المشاريع يمكن تعويض هذ الحليب بالماء باش يكون مادلين ديالكم اقتصادي كتر وكتر نفس الكاس اللي عبرنا به المقادير نعود نمشو نعبره به الفارينا فارينا اقوم بالنسبة لتنسبة للفارينا بنات فارينا علينا ديام الفارينا خفيف الاختيار نقوم بحضر الفارينا نجد اضجة الخاملات الحلويات 15g خاملات الحلويات كل مال خاملات الحلويات يستحول لكل القويرات حلية بنات 1 جزء اضافة ملعقة سغيرة منه لم افتخ لديك دو باكي لن يجد مدفخ اطلب الكاس الثاني ولكن لا اضافت كامل اضافة التقريبا ملعقة لين اضافت لديك ملعقة وحسب لكي تشرب وكي لا تشرب احتاج الى كامل و انظره إذا يخصني اضافة الباطلق ندخل الفارينة بالباطئة و نستعملها بسرعة من خافضة حتى الفارينة لا تبقى تطيرنا نحسو بأن الفارينة تدخل في الخليد تأدى تقوي على السرعة يجب أن تخلص الفارينة على كامل المكونات و تريده متخلط و هنا البنات نرى القوام المادلين صبته جاني خفيف نرى قرب البنات بالملعقة القوام المادلين جاني خفيف نحسو بأسف على الإسلام نكمل هذه الفارينة التي تبقيته قد نضيف الباطئة من خلق لطيف الغرينة تقوي على الفارينة و نرى البنات هذا القوام المادلين لا يجب أن يكون خفيف جدا و أشكل رقم 8 يجب أن يعمل مخفيف و الآن نضيف هذا المكونات عجيب لهذا ملعقة كبيرة تلخل نضيفه كامل لكيك المعجنة هو محسن طبيعي يعطي نتيجة روعة للمادلان وكامل انواع لك ندخل هذا الخلد من روحة اخرى و الان سأكتفي بالنسبة للباتق منحي هذا اللي فويت الباتق بس حد نحتاج واحد فيهم باش نخلط به غني ماشا نضيف قلب هذا اللي مادلان زوج ملاعق كبيرة حبيبات شوكولاتة هذا اختيار ليحب ما يزيدهمش من الداخل ما يزيدهمش يكتفي فقط من تزيين من فوق تخلي هادو كلي بيد دو شوكولاتة في قلب الخالطة المادلان والخالطة المادلان دينا في اطريقنا فقط من حلقة للقوالب تالماليوم قوالب الاليمينيوم نعمل فيهم البسبوسة نعمل فيهم لديسة نعمل فيهم تأنتا فيهم اليوم راح نماشي نطيبو المادلين دينا علي هات الشكل يالو مربع واخركم البنات هاد المادلين يساعد بزاف بزاف اصحاب المشاريع على خاطر سعر هاد القوالب الاليمينيوم غالي بزاف بزاف والباكي كيتشي كمية كبيرة تأدو تعمرو شحن سينية ضربة واحدة وشوفوا البنات اللي كيسات لاني ماشي نستعملهم في قلبوا هاد الكيسات تاع ورقة الطهي لاني مغود يالهم ديسة واني نوريه لكم عن قرب هاد الكيسات البنات روعة حتى هما ماشي غاني مزاف بزاف ماكاش فرق كبير بين الاخرين وبين هادو هادو اللي يعجبوني لمادلين دينا مالس اوفيهم موالو بصرع يزولو وشكل يالهم ماشيعي وجمي تعوجوا موالو وجو غاية لغاية مع هاد القوالب شوفوا البنات هادو هما جبت السينية اللي تمشي معايا الفورن جبت السينية اللي القياس ديالها هو 30 على 40 سنتيمات نطيقكم المقادير ديالها بالضبط دخلكم البنات عشرين حبات هاد القوالب يجوني شرق السينية انا عم تغيث لا تتصفه اقتلاي خسنين بعد نعود نحل عم تغيث 15 حبات نعود نحل هادو كلا كيسات ورقة طهي وندخل كل حبات المرباط الأليمنيوم يعجبون هادو كيسات ميلس او بيناتهم موالو تأدوت نحيهم بكل سهولة لا يوجد هادو كيسات الاخرين تلك الخرشين يجيت نحيي حبهم واحدة مع الاخرى حتى يتعوجوا بوحدهم رجعت ل هادو كيسات الاخرين حرقتو غي شوية باش هادو كلي بي فيديو شوكو اخطر يحبون شوية لقاء نخلطوهم باش يجيونه كامل في العباط عاودوا مشيت جبت الغرف نخدمو بي على خاطر الفهم ويعاوننا باش نعمروا به هادو كلي كيسات المارلين شوفوا البنت هاته الطريقة لنعمروا الغرف نعمروا به هادو كيسات طريقة جيد عملية سوف اخطر اصحاب المشاريع تربح لكم بزاف بزاف الوقت فرنشت عن تعمروا سواني اديالكم وحاولوا تعمروا كيسات ثلاث اربعة ما تعمروا هادو كامل باش تخليو شوية مكان باش تنتفخ الحبات المارلين انا هنا كنت وجدت خمستاش الحبات عاود كانت بقيت لي العباط عاود مشيت زوج حبات اذا انت حصلت هاد المقادير سبعتاش الحبات تاع المارلين غيب نص كاس وزوج حبات تاع البيت كان الفيديو تنهار اليوم سوخطوا على فكرة هاد القوالب وتوما تحبو تستعملوا وصفة اللي تحبوها اي وصفة تعمدوها وخدمو بهاد القوالب وفي الاخر كامل مشي تنزين لي مارلين ديالي بحشوية حبيبات شوكولاتة هكذا من الفوق بالطبع البنات قبل ما نبدأ كامل نوجة الوصفة قديت على الكوشة ديالي تسخن قديت على الكوشة ديالي تسخلي على 180 درجة مئوية قديتهم من تحت دخلت هاد المارلين ديالي طيبو في قلب الكوشة قديتهم من تحت وكي حسيتهم بلين تفخوا بدوي حمارو وشوية من الفوق قديت عليهم من تحت قديت عليهم شوية حمارولين من الفوق وهوذو المارلين ديالي بعد طابولي وحمارولي شوفوا البنات كيف يشدوا ما شاء الله ما شاء الله عليهم جوكم ولي يحب الخاضر وهنين بنات سراني نوريكم الشكل تلحبات المارلين رح عاد في قلب القالب شوفوا البنات هداك القالب تلحبات المارلين ديالنا مع واج ما صرى الوالو ما نحرق تقول كامل ما طيبت في قلبو شوفوا بقى جديد وشوفوا كيف يشيزونا بكل سهولة ما يلصق لنا وشوفوا الشكل تلحب المارلين ديالنا جي شبهكم هداك المارلين تاع جي سيصر حتى ذاك الناخل هكذا الشكل ديالو مربع والحجم ديالو شوية صغير على هدا شوفوا البنات ويرفدنا ذاك الشكل تاع القالب ديالنا روعة شوفوا هداك القالب لا تخسل موالو وكي توسخ لكم بالمطول شحام المرة سيب عليك ما تقعدوش كامل تعيو راسكم وهدا القواليب الاليمينيوم تعاودوا تخبيوهم تعملوا حبا في أبخدها وتحتافضوا بهم بس خاصكم تحاولوا عليهم باش ما يعواجوا لكم شو يتكرفزوا على خاطئ يلاعواجوا لكم الشكل تلحب المارلين ديالكم نفس الشيء تستعملوا مع هدا القواليب لشكل يرم دائري تحبو تستعملوا في قلبهم لكيسات نيوغوديس جي الحبات المارلين ديالكم حجم متوسط وتحبوهم كبار تعملوا نيوغوديس جي الحبات المارلين ديالكم كبيرة لدي المارلين ديالي شوية يبرد لي باش نفوت نفتح لكم حل حبة عن قرب كيف حمار ديال من تحت ومن الفوق انا شوية الجنب ديالي ما حمار ورش كوشة ديالي ماشي سخونة بزاف بزاف ويعجبني في هذا البابير سوفر غيسي ما يصقش في الحبات المارلين شوفوا كامل ما يضع ما يضع فيه والو يزولنا بكل سهولة وراني نصملكم هنا بالخدمة شوفوا البنات كيف اشجاه هاد المارلين جابونش شوفوا البنات جاه فيه فورطب وتوماس تعملوا اي وصفة المارلين وتعتمدوها خدموا بها في هاد القوالب ما تندموش كامل انا من اليوم دو كنسيب عليها كامل هذيك الخرطة ما تنسونيش بدعواتكم بالخير عندي تسوى الدنيا وما فيها ودعواتكم وبتعريقاتكم بتشجعاتكم لتشجعني باش نواصل الامام ونشوفكم فيديو اخر بادني الله شكرا 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 شكرا